بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحنان البنان المتفضل نرحب بكم أعزائي بالجزء الخامس من المراجعة المركزة لمفردات الفصل الثاني القطوع المخروطية ووصلنا بكم في الجزء الرابع إلى هذه الملاحظة إذا كانت بؤرة القطع المكافئة هي أحد رأسي القطع الناقص إذا كانت بؤرة القطع الزائد هي أحد قطبي القطع الناقص أو الزائد وهكذا سوف نحاول أن نبسط هذه الملاحظات عن طريق الرسم وكونوا معي أعزائي هذه المعادلة التي مرت أمامكم الآن هي معادلة قطع ناقص والمعادلة التي مرت بكم الآن هي معادلة قطع مكافئ لاحظ عزيزي هنا أن هذه النقطة هي تمثل بؤرة القطع المكافئ وفي نفس الوقت هي بؤرة القطع الناقص هنا عندما يقول لي في السؤال قطع ناقص إحدى بؤرتين هي بؤرة القطع المكافئ ما علينا إلا أن نستخرج بؤرة القطع المكافئ وكم سوف تكون البؤرة ثلاثة صفر سأقول أن موجب سالب ثلاثة صفر هي بؤرتين القطع الناقص إذا طلعت بؤرة القطع المكافئ صفر سبعة سأقول أن صفر موجب سالب سبعة هي بؤرتين القطع الناقص فعندما يقول بؤرة هي بؤرة بؤرة القطع المكافئ هي بؤرة القطع الناقص أي أن البي ستساوي سي الملاحظة الأخرى عدنا مرة أخرى إلى القطع الناقص ولكن كن معي عزيزي الآن لاحظ هنا الأمر سوف يختلف أن هذه النقطة التي أمامك هذه النقطة التي هي تمثل بؤرة القطع المكافئ أصبحت رأس في القطع الناقص إذن يقول لي في السؤال جد معادلة القطع الناقص الذي أحد رأسيه بؤرة المكافئ إذن سوف أستخرج بؤرة المكافئ ومنها قيمة بي سأقول له أن البي تساوي أي إذا قال أحد رأسيه هو بؤرة القطع المكافئ أن البي تساوي أي إذن نستمر معكم أعزائي لو كان الأمر هنا مختلف لاحظ ما هو الفرق بين القطع الناقص الأول والقطع الناقص الثاني هنا القطع الناقص بؤرته تقع على محور السينات لكن هنا القطع الناقص بؤرته تقع على محور الصادات وهذا هو القطع المكافئ إذن سيقول لي في السؤال جد معادلة القطع الناقص الذي أحد طرفي محوره الصغير هو بؤرة القطع المكافئ وقلنا قبل قليل سنسميه جدلا قطب إذن هنا سيكون البي تساوي بي إذا قال أحد رأسيه بؤرة المكافئ فإن البي تساوي أي إذا كان أحد قطبيه بؤرة المكافئ فالبي تساوي بي وهذا الكلام ينطبق إذا كان القطع ناقص أو كان القطع زائد أما إذا قال في السؤال جد معادلة القطع الناقص الذي يمر ببؤرة المكافئ هنا الأمر سوف يختلف قليلا ويحتاج إلى بعض التركيز جد معادلة القطع الناقص الذي يمر ببؤرة المكافئ إذا كانت بؤرة المكافئ تقع على محور السينات والقطع الناقص يقع على محور السينات البؤرتين فإنها تمثل أي حسب الملاحظة اللي أخذناها في الجزء السابق لأن أي نقطة فيها صفر تكون في القطع الناقص رأس إذا كانت على نفس محور البؤرة وتمثل قطب إذا كانت على غير محور البؤرة فإذا قال في السؤال جد معادلة القطع الناقص الذي يمر ببؤرة المكافئ هنا ربما تكون ال-P تساوي A وربما ال-P تساوي B حسب موقع البؤرة لكن إن قال جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرة المكافئ فلابد أن ال-P تساوي A وهذا الكلام كله إذا كان السؤال بدون انسحاب يعني قطع ناقص وقطع زائد مركزه نقطة الأصل إذن هنا نستمر بعرض الرسومات التوضيحية إذن لاحظ عزيزي هنا هذه المعادلة هي تمثل ماذا؟ إذن هذه المعادلة التي أمامك إنها تمثل معادلة قطع مكافئ كيف سأربط القطع المكافئ بقطع آخر لاحظ عزيزي أن هذه تمثل معادلة قطع زائد إذن جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرة المكافئ هذا الأمر محسوم إذا مر القطع الزائد بنقطة بيها صفر فإنها تمثل الرئيس حتما إذن سنلاحظ مرة أخرى هذا قطع مكافئ بؤرته على محور الصادات وعندما يقول يمر ببؤرة الزائد أو جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرة القطع المكافئ فإن هذه النقطة التي تمثل بؤرة القطع المكافئ لابد أنها رأس في القطع الزائد إذن خلاصة هذا الكلام إذا مر القطع الناقص بنقطة بيها صفر هي لو أي لو بي وهذه النقطة إذا كانت بؤرة قطع مكافئ فأكيد هي به صفر فهي لو أي لو بي حسب موقع البؤرة لكن إذا مر القطع الزائد ببؤرة القطع المكافئ فلابد أن تكون هي أي حتما إذن هذا ما يخص الملاحظة التي كانت على الشاشة قبل قليل الملاحظة الأخرى إذا قطع أحد القطعين الناقص أو الزائد قطعا مكافئا عند نقطة علمة أحد مسقطيها فيتم تعويض هذا المسقط بمعادلة القطع المكافئ ليتم حساب المسقط الآخر كما ستلاحظ الآن لاحظ عزيزي أن هذا المنحني الذي أمامك هو قطع ماذا قطع ناقص والذي ظهر لدينا الآن هو قطع مكافئ لاحظ الذي ظهر لدينا الآن هو قطع مكافئ هذه النقطة لاحظ عزيزي هذه النقطة هي نقطة مشتركة بين القطع المكافئ والقطع الناقص وتسمى نقطة تقاطع إذا قال في السؤال جد معادلة القطع الناقص الذي يقطع القطع المكافئ عند النقطة التي إحداثيها السيني يساوي 2 فيجب تعويض مكان الـ X2 بالمعادلة لاستخراج قيمة Y في النقطة التي إحداثيها الصادي يساوي مثلا 3 أعوض المكان الـ Y3 حتى أستخرج قيمة X إذن هذه نقطة تقاطع لا هي A ولا هي B إذن لاحظ عزيزي أن بؤرة القطع المكافئ كانت أمامك وهذه النقطة هي تمثل نقطة التقاطع والنقطة هي تمثل X و Y إذن أرجو أن يكون الرسم واضحا ومع النقطة الثامنة النقطة التوضيحية الثامنة إذا مس دليل القطع المكافئ قطعا ناقصا أو زائدا فيجب حساب معادلة الدليل إذن هنا تحتاج إلى بعض التركيز عندما يقول في السؤال ما لا يقول في السؤال مس دليل جد معادلة القطع الناقص الذي يمس دليل القطع المكافئ جد معادلة القطع الزائد الذي يمس دليل القطع المكافئ إذن عندما يقول ليمس دليل كيف سأتعامل مع السؤال إذن قبل أن أقرأ الملاحظة ود أن أعرض لكم الرسم التوضيحي لها لكي يكون الأمر واضحا لديكم إذن هذا قطع مكافئ والتي ظهرت لدينا الآن هي ماذا هذه تمثل البؤرة لاحظ هذه هي بؤرة القطع المكافئ والمستقيم الذي ظهر لدينا الآن هو معادلة الدليل فمثلا معادلة الدليل X تساوي N إذا كان معادلة الدليل X تساوي N لابد أن البؤرة لإحداث مالته هو سالب N صفر يعني لأن مثلا سالب سيكون سالب أكيد وإذا كانت معادلة الدليل X تساوي 4 فالبؤرة سالب 4 صفر إذا X تساوي سالب 4 فإن البؤرة 4 صفر لأننا تعلمنا أن إشارة البؤرة هي عكس إشارة الدليل لاحظ عزيزي إذن هذه تمثل هذه هي قطع مكافئ هذا الرسم وتكملت الرسم في الأسفل هذا يمثل قطع مكافئ ولكن هذا المستقيم يمثل دليل إذن البؤرة عبارة عن نقطة والمستقيم عبارة عن دليل لاحظ سوف يأتي القطع الناقص الآن لاحظ عزيزي هنا القطع الناقص القطع الناقص كما تشاهدون يمث دليل المكافئ الملاحظة تقول إذا كانت معادلة الدليل X تساوي N فإن نقطة التماسي N صفر إذا كانت معادلة الدليل X تساوي N فإن نقطة التماس N صفر وإذا كانت معادلة الدليل كما ستشاهدون الآن لاحظ أن معادلة الدليل Y تساوي M وهذا القطع الناقص فإن نقطة التماسي ستكون صفر M إذن كيف يكون السؤال في الامتحان الوزاري يقول لي جد معادلة القطع الناقص إذن هنا كن معي عزيزي حاول أن تركز معي يقول لي جد معادلة القطع الناقص الذي يمس دليل القطع المكافئ ما علينا إلا أن نحسب معادلة الدليل طلعت معادلة الدليل X تساوي 10 رح أقول نقطة التماسي 10 صفر طلعت معادلة الدليل X تساوي سالب 6 أقول نقطة التماس سالب 6 صفر طلعت معادلة الدليل Y يساوي 7 أقول نقطة التماس ماذا؟ صفر 7 أحسنتم طلعت معادلة الدليل Y تساوي سالب 8 أقول نقطة التماس هي صفر سالب 8 بمجرد استخراج نقطة التماس التي تنتمي إلى القطع الناقص أي نقطة بيها الصفر الملاحظة اللي أخذناها قبل شوية أي نقطة بيها الصفر تنتمي للقطع الناقص هي شنو؟ عفية هي لو أي لو بي حسب موقع البؤرة سنعود معا إلى السؤال أعزيزي والملاحظة الأخرى والملاحظة رقم 9 قبل أن أقرأ الملاحظة التاسعة سوف تظهر لديكم رسومات توضيحية لهذه الملاحظة ما هذا المنحن الأحمر؟ ستقول لي أن المنحن الأحمر يمثل قطع ماذا؟ قطع ناقص وهذه النقطتان الزرقاويتان إذن هنا هذه النقطة الزرقاء هي تمثل بؤرتين القطع الناقص إذن وهذه النقطتان السوداء هذه تمثل رأسي القطع الناقص ولاحظ عزيزي هنا إحدى بؤرتين القطع الناقص تبعد عن الرأسين بعددين مثلا هذا العدد الثلاث ومثلا العدد الآخر هو سبعة إذا مر القطع الناقص أو إذا كانت إحدى بؤرتين قطع ناقص تبعد عن الرأسين بعددين مثلا هذا ثلاثة وهذا سبعة سأقول أن مجموعهما تو أي وفرقهما تو سي إذا كانت لاحظ عزيزي إذا كانت إحدى بؤرتين قطع ناقص لاحظ الملاحظة التي أمامك إذا كانت إحدى بؤرتين قطع ناقص تبعد عن الرأسين بعددين فإن مجموعهما سيكون تو أي وفرقهما سيكون تو سي هذا ما يخص القطع الناقص أما إذا لاحظ هذه النقطتين شتمثل رأسي القطع الزائد هذه النقطتين شتمثل بؤرتين القطع الزائد هذه القطعتين المستقيمتين سيقول ماذا؟ سيقول جد معادلة القطع الزائد الذي أحد رأسيه لاحظ الذي أحد رأسيه هنا الأمر سوف يختلف سيقول الذي أحد رأسيه في القطع الناقص قال أحد بؤرتين هنا يقول أحد رأسيه يبعد عن البؤرتين بالعددين مثلا ثلاثة وسبعة الأمر سيختلف الآن سأقول أن مجموعهما توسي وفرقهما توأي إذن عليك أن تجد الفرق هذه المسافة منا إلى هنا شتمثل تمثل توأي لكن المسافة منا لهنا تمثل توسي في القطع الزائد المسافة منا لهنا تمثل توسي لكن المسافة منا لهنا تمثل توأي في القطع الناقص إذا قال إحدى بؤرتين تبعد عن الرأسيين بعدديا سأقول مجموعهما توأي وفرقهما توسي في القطع الزائد إذا قال أحد رأسي يبعد عن البؤرتين بعدديا سأقول مجموعهما توسي وفرقهما ماذا فرقهما توأي ولكن التأكيد الذي سندققه الآن لاحظ عزيزي هذه النقاط التي أمامك لاحظ هذه بؤرة هذه بؤرة وهذه نقطة تنتمي إلى القطع الناقص ماذا سيقول لي سيقول جد معادلة القطع الناقص الذي إحدى نقاطه تبعد عن البؤرتين مثلا بالعدديا ماذا سيقول لي بالعدديا مثلا هنا ثلاثة وهنا سبعة الأمر يختلف بالحالة الأولى عن الحالة الثالثة الحالة الأولى إش قال لي قال لي إحدى بؤرتين تبعد عن الرأسين بعدديا قلت لي مجموعهما توأي فرقهما توسي الحالة الثالثة قال لي إحدى نقاطه تبعد عن البؤرتين بعدديا سأقول له مجموعهما توأي فقط وليس له علاقة بالتوسي نهائيا هذا بالقطع الناقص إذا قال لي إحدى نقاطه تبعد عن البؤرتين بعدديا زيان بالقطع الزائد هذه الخضر شتمثي لتمثل رأسيا هذه السود شتمثي لتمثل بؤرتين هذه النقطة البنفسجية نقطة تنتمي إلى القطع الزائد إذا كانت تبعد عن البؤرتين بالعددين ثلاثة وسبعة مثلا سأقول أن فرقهما توأي فقط حسب تعريف القطع الزائد إذن الحالة الثالثة هذا كان حسب تعريف القطع الناقص تعريف القطع الناقص وهو مجموعة نقط في المستوي التي يكون مجموع بعديها عن البؤرتين عددا حقيقيا ثابتا توأي لكن تعريف القطع الزائد مجموعة نقط في المستوي التي تكون القيمة المطلقة لفرق بعديها عن البؤرتين عددا حقيقيا ثابتا توأي إذن هنا مجموعهما تو أي فقط وليس له علاقة بالتوسي وهنا فرقهما الموجب تو أي فقط وليس له علاقة بالتوسي ولكن أكرر في القطع الناقص إذا قال إحدى بؤرته تبعد عن الرأسين بعدديا هنا مجموعهما تو أي وفرقهما توسي بالقطع الزائد يقول أحد رأسيه يبعد عن البؤرتين بعدديا هنا شنقول له نقول له مجموعهما توسي وفرقهما تو أي إذن أعزائي هذه الملاحظات التي ذكرناها الآن هي تعتبر خلاصة عامة عن أهم الأمور الموجودة في الفصل الثاني سأعرض عليكم مجموعة من الأسئلة الواجب أتمنى منكم حل هذه الأسئلة والتحقق من النتائج التي ستعرض أمامكم على الشاشة إذن اقرأوا السؤال الأول جيدا وإذا يمكنكم إيقاف المقطع قليلا وقراءة السؤال وتسجيله ورقة وقلم ومحاولة حل السؤال ومن ثم التحقق من النتائج مجموعة من الأسئلة الواجب سأناقشكم بها إن شاء الله يوم غد بإذن الله ما عليكم إلا أن تسجلوا هذه الأسئلة إلى اتباعا وتحاولوا حلها هذا السؤال الثاني أمامكم وأمامكم الآن السؤال الثالث ويتبعه مجموعة تأكيدات جد معادلة القطع الزائد الذي طول محوره الحقيقي يساوي لاحظ عزيزي يساوي البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله هذه الملاحظة هذه الكلمات البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله تساوي 2NP هذا قانون حفظة لا تنسى البعد بين بؤرة القطع المكافئ ودليله تساوي 2NP بعد أكو تأكيد آخر طول محوره الحقيقي يساوي البعد لم يقل لي في السؤال أن أحد رأسيه هو بؤرة المكافئ يقول طول محوره الحقيقي يساوي بعد يعني مسافة تساوي مسافة فإذا كانت مسافة تساوي مسافة فإنها تشير إلى القيمة العددية ولا تشير إلى موقع البؤرة فإذا كان القطع المكافئ بؤرته على محور السينات ليس بالضرورة أن القطع الزائد بؤرته على محور السينات لأنه يقول مسافة تساوي مسافة عندما أقول المسافة بين بغداد والبصرة الفيحة مثلا 500 كيلو والمسافة بين بغداد والموصل الحدبة مثلا 500 كيلو أقول أن المسافة بين بغداد والبصرة تساوي المسافة بين بغداد والموصل هذا لا يعني أن الموصل تقع في البصرة إذن مسافة تساوي مسافة تشير إلى القيمة العددية ولا تشير إلى الموقع تماما إذن هذا السؤال يبقى الحل نفسه حتى لو كانت معادلة القطع المكافئ هي أكستر بيع تساوي 24 وي لأنه يقول بعد يساوي بعد إذن تأكيد آخر إذا كانت صيغة السؤال السابق تقول أن أحد رأسي القطع الزائد هو بؤرة المكافئ لاحظ هنا تشير إلى القيمة العددية وتشير إلى الموقع معا عندما يقول بعد يساوي بعد تشير إلى القيمة العددية ولا تشير إلى الموقع ولكن من يقول نقطة تساوي نقطة فأنها تشير إلى القيمة العددية وتشير إلى الموقع معا والتأكيد الرابع من الأخطاء الشائعة التي يقع فيها كثير من طلبتنا الأعزاء عند مشاهدة القطع الناقص فأنه يقوم بحساب أي تربيع بي تربيع سي تربيع دون أن يعرف ما هو التحديد مطلوبا ونلاحظ هنا أن بؤرتين القطع الزائد هم رأسي القطع الناقص لاحظ وكما أن بؤرتين من هو القطع الزائد ضمير متصل في محل جر بالإضافة يعود للقطع الزائد تمر بي رأسي القطع الناقص يعني إيش داي يقول لك داي يقول لك طلع لي من القطع الناقص بس الرأسيا هذا الرأسيا هي بؤرتين بالزائد الطلاب إيش جاي يسوون من داي يشوفون معادلة قطع الناقص رأسا أي تربيع 100 بي تربيع 64 سي تربيع 36 وما يعرفين رايح إذن جاوب على قد السؤال تمر برأسي القطع الناقص نحسب من القطع الناقص الرأسيا فقط وننتقل معكم إلى السؤال الرابع جد معادلة القطع الزائد الذي يمر ببؤرتين ناقص إذن هنا نقوم بالقسمة على 396 نقوم بحساب بؤرتين القطع الناقص والتي هي تنتمي إلى القطع الزائد ولأنها فيها صفر ونقطة بها صفر تنتمي للقطع الزائد لابد أنها أي إذن صار عندي الأي بالقطع الزائد هو نفس السي بالقطع الناقص وإحدى بؤرتين بؤرة القطع المكافئ الذي مركزه نقطة الأصل وبؤرته من هو القطع المكافئ وبؤرته على محور الصادات ويمر دليله بالنقطة 47 نلاحظ إلى الملاحظات التي أخذناها قبل شوي ما طول البؤرة على محور الصادات فإن معادلة الدليل إيش رح أصير عندي رح أصير Y تساوي شنو رح أصير Y تساوي 7 يعني معناها البؤرة إيش رح أصير عندي البؤرة رح أصير صفر سالب 7 إذن هذه هي بؤرة القطع المكافئ والتي هي نفسها بؤرة القطع الزائد إذن هنا أترككم مع حل هذا السؤال ونلاحظ إذا مر القطع الزائد الذي مركزه نقطة الأصل بنقطة تقع على أحد المحورين فإنها تمثل الرئيس حتما كما ذكرنا قبل قليل أما في القطع الناقص فإنها تمثل أما الرئيس أو القطب سؤال آخر أعزائي قطع مكافئ معادلة X تربيع يساوي 10 Y ناقص 3 K Y من الأسئلة المهمة جدا وهذا سؤال وزاري أعتقد 2017 وأترككم مع حل السؤال وسأناقشه معكم يوم غد إن شاء الله حاولوا قراءة السؤال وقراءة التأكيد ومن ثم حل السؤال وهنا أيضا أمامكم السؤال السادس أعتقد السؤال بسيط وبعده سيكون السؤال السابع لاحظ قطع ناقص إحدى بؤرتين تبعد عن الرأسين قطع زائد أحد رأسي يبعد عن البؤرتين تحدثنا عن هذا الأمر قبل قليل وأخيرا السؤال الثامن إذن أترك لكم مجموعة من الواجبات 8 أسئلة تحاولون تحلوها أعزائي طلبة إذن أعزائي أترككم مع حل الأسئلة الواجب وألتقيكم يوم غد إن شاء الله سأناقش حلول هذه الأسئلة معكم أرجو منكم أن تشتهدوا في حل هذه الأسئلة لكي ننهي الفصل الثاني وننتقل بعده إلى الفصل الثالث لنوفق إن شاء الله في إكمال جميع أجزاء سلسلة المراجعة المركزة من خلال دليل استذكار مكثف من خلال برنامج الموزابوك أستودعكم أعزائي بأمان الله وحبا